ككل سنة تمر على العراق منذ تولت شؤونه طبقة سياسية صنعها لاحتلالان الأمريكي والإيراني على عينهما مرت سنة 2019 وبينما تتحدث التقارير الحقوقية في بعض دول العالم عن غياب حقوق الإنسان تتحدث تلك التقارير في العراق عن غياب الإنسان ذاته أو تغييبه قسريا بحسب التوصيف القانوني مفوضية حقوق الإنسان وهي منظمة حكومية كشفت عن أن أعداد المختفين قسريا في العراق خلال 2019 والسنتين السابقتين عليها وصلت إلى ما يقرب من ثمانية آلاف شخص بينما يؤكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن 25 ألف عراقي مغيب قسرية ينتمون إلى ثلاث محافظات فقط هي نينوى والأنبار وصلاح الدين ناهيك عن ألف شخص آخرين قالت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين إنهم اختطفوا خلال الشهرين الأخيرين من مناطق قريبة من ساحات التظاهر ولم تتوفر حتى الآن أي معلومات عن مصائرهم وإذا كانت الجهات الحكومية في العراق لا تأل جهدا في إخفاء الحقيقة بشأن مصير المغيبين قسرية فإن أرض العراق تأبى إلا أن تظهر بعدما اقترفته القوات الحكومية والميليشيات من جرائم ضد الشعب العراقي مقابر جماعية تضم رفاة أكثر من 200 شخص كشفت قبل أشهر في محافظة بابل حيث مناطق تسيطر عليها ميليشيا حزب الله المنضوية في الحشد عثر فيها على رفاة نحو 650 شخص بينهم أطفال وتبدو على الجسث آثار ثقوب وأصفاد توحي بأن مجزرة مروعة وقعت في ذلك المكان بحسب دائرة الطب العدلي في الرمادي بمحافظة الأنبار اللافت في رأي محللين أن سيطرة الصقور القريبة من موقع العثور على المقبرة الجماعية هي نفسها السيطرة التي شهدت اختفاء المئات من أبناء الصقلاوية لدى مرورهم من النقطة الأمنية التي تسيطر عليها ميليشيات الحشد الأمر الذي يؤكد أن أكثر الجرائم والانتهاكات ضد العراقيين يربط بينها وجود ميليشيات الحشد كمتهم رئيس لسيما أن أكثر زعماء تلك الميليشيات يعلنون ولاءهم لإيران ونظامها الحاكم